أعلنت قيادة الشرطة الأنبار تحرير شريعي الحوز العام والفرسان ضمن معركة تحرير الرمادي والتي تشهد تقدماً حذيراً للقوات العراقية نظراً لطبيعة المعركة الصعبة واستخدام داعش لنوع جديد من الألغام ذو قوة تدميرية هائلة كما شن داعش أيضاً هجوماً عنيفاً على منطقة المضيق من جهة حصيبة الشرقية شرقي الرمادي ولا تزال المعارك مستمرة ما بين القوات الأمنية ومسلحي داعش من جانبه قال ابراهيم الفهداوي رئيس اللجنة الأمنية لقضاء الخالدية قال إن داعش أعدم 13 مسلحاً بسبب تخاذلهم وهروبهم من معارك الرمادي حول آخر التطورات ينضم إلينا الآن عبر الهاتف من الأنبار ابراهيم الفهداوي رئيس اللجنة الأمنية في قضاء الخالدية مساء الخير أهلاً بك معنا بداية ما هي آخر التطورات العسكرية حول المعركة الرمادي نعم سيدتي تواصل القوات الأمنية من قبل جهاز مكافعة الارهاب وقوات شرطة محاوط الأنبار في عملياتها في تطهير المحفر الجنوبي الآن مصلت القطاعات العسكرية على شهر الستين والشارع المؤدي إلى منطقتين الحوز وحيب الباب نعم هناك شباكات عنيثة بين عناصر داعش والقوات العراقية حيث تطاغت عناصر داعش صباح هذا اليوم بإرسال سيارات مفخخة تحاول زازع في القطاعات العسكرية إلا أن القوات الأمنية أحمدت هذا الرجوم دون خساءة تذكر العمليات تسير نحو المجمع الحكوم من الأجل رفع العالم العراقي في فوق هذا المجمع هناك دور كبير وصعال بإسناد القطاعات العسكرية لضيران التحالف الدولي وطيران القوة الجوية بقصر أكرار داعش بدقة عالية مما سهل القطاعات العسكرية بإختحام مناطق عليلة وسط المدينة بتزامن مع تقدم القطاعات العسكرية في جنوب الرمادي عناصر داعش شمت سجوم قبل قليل قبل تقييم الساعة من الآن على منطقة التخصيب الشرقية تحديداً محوشات الرمادي من أجل فتح جبهات أخرى من أجل التخصيب على مقاتليهم في مناطق أخرى قوات العراقية اليوم بدورها صدق هذا الرجوم وتم تكبيدهم خساء جسينة بالعدد والعمعد نعم سيد إبراهيم داعش يعني أعدم العديد من جنوده بدعوة التخاذل ومحاولة الهرب عندك أي تفاصيل عن الموضوع نعم سيدتي تحديداً يوم أمس قام عناصر تنظيم داعش بالهروب من منطقة حساب الشرقية إلى منطقة جهزية الخالدية شمال الرمادي حيث تم القبض عليه منطقة التنظيم في دائرة القاطع وتم أعدامهم بالفور بسبب تهمتهم بالتخاذل وعدم صياعهم لأوامرهم نعم سيد إبراهيم الفهداوي شكراً جزيلاً لك كنت معنا من القضاء الخالدية وسنكون معك لاحقاً لآخر التطورات شكراً جزيلاً لكيناة